أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيزنس إيز بيزنس على قناة الصحة وجماعي كنا نتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على موضوع الكاش باك وموضوع تأمين الاستثمار ودعم الاقتصاد داخل دولتنا داخل جمهورية مصر العربية وزي ما تعودنا معانا البشمهندس محمد عروان الخبير الاقتصادي والخبير المالي ورئيس مجلس إدارة شركة IBS بنرحب بك أهلاً فانم عايزين نتكلم أو نرجع باك شوية كده لحلقة اللي فاتت ونتكلم على موضوع الكاش باك بس بشكل فيه إيجاز شوية احنا قلنا نوع الفاتح نلخصتنا موضوع الكاش باك تاني يعني كل خلاصة فكرة الإيز كريز كاش باك إن العميل بيشتري مني بالكاش ومكسابنا برجعه 300% مرة أخرى العميل يعني زي ما احنا قلنا لو المنتج قيمته مثلاً قيمة تجارية على الشركة مليون ومتين ألف والشركة بيعيته للكاس تمر بمليون وثمانمائة ألف يبقى كده الشركة كسبة 600 ألف جنيه الفكرة كلها إن أنا برجع مكساب الشركة اللي هو 600 ألف جنيه دول 300% مرة أخرى العميل يعني بضرب 600 ألف في ثلاثة يبقى أنا كده هرجع للمستهلك مليون وثمانمائة ألف الفلوس دي بترجع بتلت صور إما بنظام شهري أو بنظام سنوي أو على ضفعة واحدة بعد الخمس سنوات بالنظام الشهري على تسعين شهري يبقى كده هقسم مليون وثمانمائة ألف على تسعين يبقى هرجع له معدل عشرين ألف جنيه شهرياً بالنظام السنوي على ستة سنوات يبقى هقسم مليون وثمانمائة ألف على ستة يبقى كده هرجع له 300 ألف جنيه سنوياً أو لو هياخد الفلوس كلها بعد حقبة معانا من الزمن هيجي أخد الفلوس كلها ليه مليون وثمانمائة ألف مرة واحدة بعد خمس سنين مليون وثمانمائة ألف زي مهم طبعاً إحنا النهاردة وحلقتنا رجعنا نتكلم في الكاشباك تاني لأن كان فيه مكالمات كتير ومدخلات هاتفية كتير للبرنامج وكانوا عايزين يعرفوا تفاصيل كتير وعشان كده إحنا في الحلقة دي قلنا هنرجع تاني وهنتكلم مع الناس تاني وهنعمل مدخلات تاني وعشان كده إحنا فتحين باب المدخلات وموجود استرابة على الشاشة موجودة طبعاً للتواصل مع برنامجنا Business is Business وتواصل مع المهندس محمد علوان تمام كان عنواننا المرة اللي فاتت دعم الاقتصاد تأمين الاستثمار ودعم الاستقرار الاقتصادي إحنا كنا وقفنا آخر حاجة عن فكرة إزاي الموضوع الكاشباك هيدعم الاقتصاد وإزاي هنأمن للمستثمر فلوسه وإنه هو يرجع لفلوسه قبل ما يبدأ أصلاً شغل في خلال مثلاً زي ما قلنا هنقسمها شهري ولا سنوي ولا في الآخر صح كده؟ تمام ايه كمان اللي بيضيفوا الكاشباك لموضوع دعم الاقتصاد وتأمين الاستثمار؟ لو الكاشباك بيعمل 100% سيفتي يعني أنا بخش أي بروجيكت بشتري أي منتج وأنا مش حامل هامل حاجة يعني أنا عايزة أشتري شقة عايزة أشتري عربية عايزة أشتري مصنع عايزة أخش أي بروجيكت جيفت ماري عايزة أبتدي فيه تيست هخش وأنا قلبي جريء وما عنديش مخرف من أي حاجة لإني IBS عملت لي إنشورانس للبيزنس ده زي ما احنا قلنا في نفس المثال الرقم اللي فات عشان نخلي الناس كل الحسابات الزهنية عندها واحدة لو أنا دخل مشروع يتكلف من دليون ومتين ألف جيت هشتري من شركة IBS وعايز أأمن البزنس ده هشتري من شركة IBS بمليون وثمانمية ألف فبالتالي شركة IBS من لحظة الشراء لو أنا اشتريت المنتج ده أو المصنع ده أو الشقة دي يوم واحد واحد ألفين وعشرين هتبتلت رجعلي بمعدل عشرين ألف جنيه سنويا لمنذ تسعين شهر لأنه بأسم إجمال القيمة الشرائية على تسعين فلو شري 1-1-2020 هيبتدي هو استرداد من 1-2-2020 بمعدل عشرين ألف جنيه شهريا ولو بيسترد زي ما قلنا بالنظام السنوي هاسترد بمعدل 300 ألف جنيه سنويا يبغى لو شري 1-1-2020 لو هاسترد بالنظام السنوي تبقى 1-2021 أنصق لحد 1-1-2020 يبقى استرد إجمال المبلغ أو هياخد طة المبلغ كله بعد خمس سنوات يبغى هو كده دخل برويجكت وما عنده مش مخاف من حاجة ما فيش حاجة هو أصلاً بيخاطر بيها لأنه هو عامل سيفتي للبيزنس زي فكرة الإنشورانس بتاع شركات التأمين إنه هو التأمين على الحياة مع خلاف طبعاً الفارق في الشبه لأنه إحنا بنحاول نخلي الموضوع شرعي بأنه إحنا نبيعه ونشتري بدون دخول في أي تفاصيل تاني برضو إيه تاني يعني بيعمل إيه برضو الكاشباك تاني إيه اللي بيقدمه في التأمين الاستثماري إيه الدعم إزاي فكرة الكاشباك وإزاي الأفكار اللي جات لك دي وعلى أساسها عملت شركة IPS قلت هيدعم الأفكار دي هتدعم الاقتصاد وهتأمن المستثمر إيه تاني بتعمله الأنظمة اللي داخل شركة IPS هو الكاشباك زي ما قلنا بيدعم هو فكرة تأمينية غير يعني غير فكرة الكاشباك إحنا بنتكلم على فكرة الكاشباك بس برضو بيقدم لنا إيه تاني غير إحنا الحلقة اللي فاتت عرفنا إنه هو إزاي بيأمن الاستثمار وإزاي بينقسمها مثلا لو شهر يبقى كذا لو سنوي يبقى كذا لو في الآخر خالص بيستلم كذا بعد خمس سنوات بيعمل إيه تاني كاشباك برضو عايزين نعرف يعني ما جات لك الأفكار ديت أو ما جات لك فكرة الكاشباك حطيت لمت لكل حاجة فيه والله هيعمل واحد اتنين تلاتة هنزبط الدنيا بي واحد اتنين تلاتة هيأمن المستثمر هيدعم الاقتصاد إيه تاني بيعمل الكاشباك لو تعمل بيميكس مع أي بزنس تاني زود مبعات يعني مثلا عندي بزنس عقارات مثلا لو بزنس عقارات ده واحد مثلا عنده ودلوقتي مثلا فيه زي تجمد في سوق العقارات شوي طب سوق العقارات أنا عايز أعمل له انتعاش هوم عامل إيه هوم مركب فكرة الكاشباك دي على العقار يعني مركب فكرة الكاشباك على العقار يعني مثلا نيس شهنده عندها برج اتنين تلاتة اربعة والليبتروق دي كلها م deutlichونة ومش عارفة بيع تيجي الشركة اي بيس طبع لنا المنتجات دي بنظام الكاشباك عن طريق اتفاق ما بين شركة IPS والشركة الأخرى بنبتد نروج للعقار ده بفكرة الكاشباك ببيع كل العقارات دي بنظام الكاشباك يبقى أنا بعمل توريج في حالة ركود السوق المصري في منتج معين أو في إيريا معين فده من ضمن الحاجات اللي بتعلي جداً مباعات أنا عندي سيارات أي سوق فيه كساد لو وكبت عليه فكرة الكاشباك هعلي مباعاته جداً طبعاً فيه شركات تانية أو أنت شفت ناس تانية عاملة موضوع عن نظام الكاشباك ده الكاشباك كله بيدندن حوالي دلوقتي بس هناك حد ينفزه بالبيزنس أناليسس ان احنا بنعمله يعني كل البنوك تقريباً تقولك اشتريه ويجعلك بوينس كاشباك ما فيش حد بيلعب بالفلكسابيليتي اللي احنا بننعب بهذه ايه الفرق بينك وبين البنوك لا الكاشباك بصي الكاشباك المتداول يعني سيبنا خلص من موضوع البنوك ايه الفرق بين IPS وبين أي حد تاني بيستخدم الكاشباك في أنظمة جميل جدا الكاشباك المتداول هو بيبيعلك إزاي في الكاشباك وليكن مثلا هو هيبيع منتج مثلا كان مكسبه في 100 ألف جنيه هو يقولك اشتريه المنتج ده ويجعلك 10 ألف جنيه كاشباك تمام يبقى هو كده كل اللي عمله أنه هو يجعلك من مكسبه 10 ألف جنيه يبقى كنه بالضبط كده من مكسبه 10 ألف جنيه؟ بص بص شركة اكس شركة اكس بتبيع منتج وكان مكسبه 100 ألف جنيه تمام يبا هي كتتبيع المنتج ومكسبة 100 ألف جنيه وما كانتش هترجع حاجة ماشي هتقوم عاملة ايه؟ هتقولك لا أنا هبيع المنتج وهاعمل 10.000 جنيه كاشباك هي في الحقيقة ما عملتش حاجة لأنها عملت 10% من أرباحها لأنها لما رجعت لك 10.000 فرجعتها من أرباحها ده كل الشركات بتمشي بنظام ده؟ كل الشركات اللي بتدندن حوالي المصطلح الكاشباك بتلعب على الحتة دي أنها بترجع جزء من مكاسبها أما إحنا الشركة الوحيدة اللي ممكن بترجع 200% من مكسبها بس لأن هما برضو كمان في الأول بيبقى أخدين فلوس أكتر من الفلوس اللي هما المطلوبة في المنتج ده أو البروجيكت ده؟ طبيعي ربا أنا بقولها هو كسبان يعني حتى شركة X دي بدون أسماء بتبقى مطلوب منها دلوقتي مثلا أن الفلوس اللي تتدفع بتتدفع أكتر من العادي؟ مش إحنا قلنا هي كسبانة في المنتج ده 100 ألف جنيه هو؟ تمام فهي ترجع جزء من مكسبها ليه نسب معينة ولا بشيء؟ لا 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 الشركات ده بزنس خاص يعني كل واحد بيقوم بالبزنس الخاص ده بمعدل تخيوله هو يعني مفيش لمتد للموضوع ده؟ لمتد لإيه؟ للفوايد لمتد للفلوس اللي بتتدفع لمتد للمكسب لمتد للكلام ده كله ماشين كده؟ لا لا بص بص هي خلاص فكرة كاشباك زي ما قلت لك كل البنوك وكل الشركات وكل الناس اللي بتدندن حويل مصطلح الكاشباك بترجع جزء من أرباحها بتعملش أكتر من كده؟ لا أنا بتكلم أنت دلوقتي كده ما عدت في الأول؟ تمام؟ وقلت أنا هعيزة أعمل نظام الكاشباك عندي في الشركة تمام إيه الرولز وإيه البوينت اللي انت حطيتها في الأول لنظام الكاشباك؟ والله أنا مش هتعدى عن يعني الليمت بتاعي كذا والأنليمتد كذا فاهم قصدي؟ أكيد حطيت رولز أكيد حطيت شكل للموضوع اللي انت هتعمله لا لا بصي الكاشباك إحنا عملناه أساسا عشان نأمن أرباح نعرف نبيع بها بالتقصيد يعني إحنا ما كناش بالكاشباك ملوش لمت يعني إيه الكاشباك ملوش لمت يعني لو واحد عايز يشتري حاجة بمليار جنيه بنظام الكاشباك منها بيعاله أصليها الفكرة الكاشباك إن أنا ببيع لك المنتج اللي انت معك فلوسه يعني أنا حابة أفصرها لك أكتر اللي أنا بكلمك فيه أنا دلوقتي كده المفروض إن أنا ماجي مثلا عايزة بنظام الكاشباك أنا بدل ما أدفع مثلا سي مليون هدفع مثلا مليون و 800 ألف ماش تمام؟ زي ما حضرتك قلت في الأول طيب 800 ألف دي أنت حطتها بنسبة معينة أو بلمة معين أو بشكل معين ولا أنت حطتها كده لا ما إحنا قلنا برضو إحنا وضحنا الكلام ده بكده قلنا في الإيزي كريز كاشباك إحنا من التفاوض حوالي المكسب الشرك يعني مش شرط نسبة معينة ولا قيمة معانا لو منتج بمليار ومنتج السبتين أنا مكالمة مينة من الكاهرة تفضل يا مينة حسين تفضل يا فن أنا بس عايز أحييي برنامج وحييي بسي جدا ليك يا فن سيكرة الكلام على موضوع الكاشباك أيوة تفضل يا فن كنا محتاجين فعلا أن الناس تفهم موضوع الكاشباك ده أنه هو فعلا ثمن الضيط العزيز قال له حضرتك هو جزء من الربح لا أكثر ولا أعالي أيوة هو الراجل أول راجمة أنا عادي ممكن أعالي الربح بتاعي بدل تسعين ألف مئة ألف وأعمل كاشباك عشر طلاب هيا هي أنا ما أخذتهم منه ورجعتهم له تاني فكرة الكاشباك ديها فكرة مش عملية يعني علشان قطر ما بتشجعش على قد ما هي بتحبط أصلا فيه ناس كتيرا بتحبطهم عن الموضوع أنه هم يخشوا في موضوع الشراء والكلام ده أشكركم وأحييكم على الفكرة الجميلة للبرنامج مرسي جدا ليك أستاذ مينة مرسي جدا ليك وإحنا طبعا مستمرين في مداخلاتنا وأي حد عايزة توصل مع البرنامج بالأرقام موجودة على الشاشة أنا بس عايزة أعلق على أستاذ مينة في حالة نعلق على الكلام الأستاذ مينة قال أستاذ مينة بيأكد المعلومة اللي أنا قلتها اللي هي كل الشركات أو كل الجهات اللي بتتكلم حوالي الكاشباك أو بالدندن حوالي المصطلح الكاشباك هي في الحقيقة بترجع جزء من أرباحها إحنا الشركة الوحيدة في مصر اللي بترجع أرباحها 300% يعني إحنا مش بنرجع كاشباك زي الناس كلها زي كل الشركات أو كل بنوك أو راتف أرباء الجهات الأخرى كل الجهات التانية بترجع جزء من أرباحها بتحتفظ بالكل تقريبا أكيد أما إحنا لا إحنا بنرجع 300% من أرباحنا يعني أنا كسبت جنيه رجعه تلاتة كسبت تلاتة رجعها تسعة كسبت تسعة رجعهم 27 أنصق فإحنا بنرجع 300% من أرباحنا مش جزء من أرباحنا وده الفرق الفيصلي ما بيننا وبين أي جهة أخر إن الجهات الأخرى بترجع جزء من أرباح احنا بنرجع 300% من أرباح معنا أمو محمد من البحيرة فضلي يا أمو محمد طيب أنا مثلا لو دلوقت عايزة أخذ متأمر ومجد ده معلش طبعا عايدي السؤال تاني بعد إذنك لو عايزة مثلا أخذ نزم كرد كده متألف كرد طيب هي بتقول لو عايزة احنا أولا ما بنتكلمش على الكروت بس اتفضل باش مهانس يعني رد على طيب احنا سعادات جدد من كميتك هفندم هي الفكرة كلها الكاشباك ملوش أي علاقة بالكروت احنا لا بنقرد ولا بنقترد لأن أي مقارد جرى نفعا فهاربة فكرة الكاشباك هي فكرة بيع استثماري الشركة بترجع 300% من أرباحها مرة أخرى على المستهلك إما بالنظام شهري على 90 شهر أو بالنظام سنوى على 6 سنوات أو على دفع واحدة بعد 5 سنوات ولو المستمعين الآن استمعوا للقاءات اللي قبل كده هيرجعوا للتحليل المالي بتاع الفكرة هتلاقي أن انت لو اشتريت بالنظام السنوي أو بتسترد بالنظام السنوي هتلاقي نسبة أرباحك للسنة الأولى 33% نسبة أرباحك للسنة الثانية 40% نسبة أرباحك للسنة الثالثة 50% للربعة 67% للخمسة 100% للسنة 72% فهو في الآخر خلاصة الإيزي كريزي كاشباك أنه هو نظام بيع استثماري يعني العميل بيشتري وبيستثمر بأعلى نسب أرباح تقريبا في الكون فيه استفسار تاني يا محمد ولا الخط قطع معنا؟ شكرا لك يا محمد نرجع بقى تاني حضرتك طبعا رديت على الحاجة بمحمد عايزين نرجع بقى الموضوع اللي أنا كنت بحكي لك فيه أو بنتكلم فيه إيه الفرق بين شركة IBS اللي بتدي كاشباك وإيه الفرق بين الشركات الأخرى اللي بتدي الكاشباك إنت قلت لي دي بترجع 10% من مش شوط 10% كل واحد وتخيله تخيله يعني هل نظام الكاشباك اللي موجود ملوش أي سيستم؟ مش ملوش أي سيستم؟ مش ملوش أي سيستم وصل فيك كلها هو كسبان هو بقى يشوف هو عايز يرجع قديم من مكسبه حضرتك مش فاهم قصدي أنا بتكلم حضرتك دلوقتي أنت كشركة IBS لا كشركة IBS دي لها بيزنس مستقل اللي هو بتاعنا البيزنس بقى بتاعك إنت إنت إيه السيستم اللي إنت حطيته علشان خطره على أساس هترجع الفلوس دي للناس أنا أسفى يعني معلش طبعا ما احترامي أكيد لحضرتك وما احترامي لشركتك بس أكيد مش هتدي الأرباح دي وإنت مش كاسب قدامها أكتر أكتر لا معا يقين أن احنا بنكسب تمام فأنا عايز أعرف السيركل بتاع الشركة إزاي ماشية الموضوع بسيط جدا نصنع نقفوش أصلا مش كومبليكاتد خلص هو مو كومبليكاتد بالنسبة لنحنا أما بالنسبة للشرح هو بسيط جدا ليه؟ هي الفكرة كلها إحنا بنبيع بالتقسيد والتقسيد ده عايز ملايين بل مليوات ملايش أول من أحد طب أنا هغطي ده كله منين؟ يعني أنا ببيع تقسيد للستة وعشين محافظة ببيع كل حاجة معدات خامات أدوات صيانة ببيع أجهزة منزلية ببيع أي حاجة ببيع أي حاجة بالتقسيد الخدمات ببيعها بالتقسيد السيانات ببيعها بالتقسيد كتا عن غيره ببيع بالتقسيد فأظنني كان موضوع كبير ومحتاج رأس مال كبير جدا كل الفكرة أن أنا بأخذ أرباحي في الكاشباك بأعمل بها ركافرينج على الانستولمينت كاستمرز يعني بغطي بيها عملية التقسيد بس يعني الموضوع مش معقد يعني الموضوع أن أنت بالكاشباك ده عشان تغطي طبيعي والهبيع للناس بالتقسيد يعني معنى كده أن أنت بتقبل أي بارتنرز وأي مستثمرين ممكن يتواصلوا معاك إنهم عايزين يخشوا معاك في الشركة ده وي تاني في الاستثمار أه طبعا بنقبل بارتنرز ديها إن شاء الله هنفرضها في حلقات لأن الموضوع في البرتنرز كبير شوية ممكن ناخد نبزة يعني لأن أنا في ناس سألتني عن الموضوع ده في ناس عايزين أنت يعرفوا إيه النبزة عن موضوع البرتنرز أو الشركة داخل شركة IPS البرتنرز إذا نحن نقبل أي حد يبقى شريك معنا يعني أنا دايما بحب الشركات قوي يعني أي حد عايز ينزل لايف يعني بدل مادي فرانشايزر لحد برا الشركة تمام وأنا طبعا مش طلع الفكر لحد أكيد يعني لا بقوله تعالى شريكني جوة مكاني وقعدك أكنك مساعد مدير مشتريات أنت اللي بتبيع وانت اللي بتشتري وانت اللي بتحصل فأنت قاعدة لفلوسك أنا ممسكتش جنيه من فلوسك عشان يبقى الموضوع الشغل under control يعني فيه control على الشغل عشان كمان حتة إن هو يقابير الفكرة ما يبقاش سهل هو طبعا هي صعبة جدا همور complicated بس إحنا بنأمنها ما نديش فرانشايزر لحد أساسا يعني ده التفصيلة يبقى شريك جوة المكان يعني هو بيبقى موظف جوة المكان شغال معنا شفت كامل من 10 صباحا لحد 6 مساء يوميا طول أيام الأسبوع هو اللي بيشتريه هو اللي بيبيعه هو بيحصل قاعد على ماله ويكأن شركة IPS مول كبير فيها ألاف المحلات أو ملايين المحلات إنت هتنزل تقعد في محل منه وتحط بضعتك على فكرة إحنا إن شاء الله الحلقة الجاية إحنا معنا الكروب بتاع برنامج Business is Business نزل وصور شركة IPS وشاف كل جزء فيها والسركل بتاعتها ماشي إزاي والكلام ده كله إن شاء الله الحلقة الجاية هنعرضها بشكل تفصيلي علشان خاطر مثلا ممكن حد يقولك طب والله ممكن للناس الشركة دي ما تكونش مضمونة طب أنا إليه خلينا روح أدفع فلوس وأنا خايف إن الحاجة دي ما توقاش مضمونة لا الشركة دي موجود لها فرع رئيسي موجود فيها موظفين موجود فيها تقسيمة كاملة لشركة كبيرة وإن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله هنعرضها تفصيليا نرجع للبشمهندس محمد برضو فيه ناس بتقول والله ممكن الشركة دي زي ما كنت بتكلم من شوية ممكن متكونش أمان من ناحية ممكن أولاك طب مش ممكن تكون دي شركة زي الشركات من سنين اللي فاتت مثلا فيها اللي هي عملتها مثلا يعني نصبت مثلا عن الناس طيب أها نصبت إيه؟ يعني إيه اللي ممكن أرسوا فيه؟ يعني مثلا والله أنا جيت خط منك دفعت لك مثلا الفلوس كاملة وزيادة عن الحاجة دي اللي هو مكسبي آه ماشا تمام؟ أنت بتقول إن فيه شيك بنكي شيكات بنكية شيكات بنكية متسطرة طب إيه أنا ضمني برضو إن الشركات البنكية دي صحيحة؟ لا ما أنا عادي ممكن أجيب لك على ساحة توقيع يبقى إيه المشكلة؟ ساحة توقيع أه طبعا أجيب لك على ساحة توقيع بني يعني دي برضو من نظام السيفتي جدا لا فيه حاجة أعقد من كده في السيفتي بنقولي حق المستثمر بنظام الإيزي كريزي كراش باك شراء بضاعة تقسيط له أو لغيره بضمان الأصول الاستثمارية نوضح؟ يعني إنه هو الأصول الاستثمارية اللي هي موجودة أصلا عندك ممكن لي والصحابه يبيعوا ويشتروا منك حاجات بالتقسيط خلاص أنت فيمتي يا رو صح؟ لا أنا بدأت الحمد لله أستوع لا لا نوضح أكتر يعني إنت مثلا دلوقتي أنا جيت بيعطي لك المنتج ده بمئة مين ألف طب أنا كان مكسبي فيه كم؟ 60 ألف جنيه 60 ألف جنيه أنا هاجع عملك 300% معنا كيه أنا هاجع لك 60 ألف دي 108 ألف جنيه صحي كده؟ طيب أنت خايف على إيه؟ خايف على 60 ألف مش خايف على 100 ألف لأن أنت كده كده أنت عارف أصلا تكلفة المنتج على الشركة 120 ألف وأنت كده كده المنتج في حياستك فأنت كل خايف عليهم زيادة 60 ألف في حاسته بإسمه وكل حاجة طبعا هي معاك كده كده المنتج استلم وفوي يعني ما فيش أي ألأ. لا لا لا. خلينا بس نكلم بقى على الستين ألف اللي هو اللي هو. خايف عليه. خايف عليه. انت كده كده معك شكات بنكية والشكات البنكية دي منتسطروا على صحة التوقيع. بنكروا الموضوع المنتهي. تمام. بس بنقولها دايما في حاجة اسمها الحل الأسا دي. الناس اللي عندها وسوسة اللي عندها ألأ اللي عندها شك نقول له بس. كيف هي كده؟ يحق للمستثمر بنظام الإيزي كريزي كاشباك. شراء بضاعة تقصيد له أو لغيره بضمان الأصول الاستثمارية. يعني ايه يعني انت ليك عندي ستين ألف دا اللي انت خايف عليه. سيبك من انا هجعلك مئة وتمين ألف جنيه دا موضوع تاني. خلاص ستين ألف انا ممكن اديلك بضاعة. است تمنها في الكاش ستين ألف جنيه. يبقى انت ماشي ومعاك أصلا بضاعة محمل بالمئة وتمين ألف اللي انت فاعتهم في عليا. فانت ما عندكش قلقة في حاجة. يعني موضوع أمان. اه بس انا كده عملت ميكس. انا كده حكمت الدنيا بنسبة ألف في المية. خليته هو اللي هو اللي يعتبر اللي مولني. وهو اللي فالموضوع كنترول جدا. تعشق خلاص. يعني مابين ان انا مابين خليته مستثمر مابين خليته مسوي مابين خليته عميل. كل الأطراف. اه بدي برحته بقى. يعني سريق وان. ده كده ده كده انت عليتي سقف يعني واحد كده شكات جدا. اه. اما الطبيعي ان هم يعملش كده. الطبيعي ان احنا عادي يدنك شكات بنكية بل موضوع تقفل. طب انت سقف الشكة عندك عالي او عندك مشاكل معينة خلاص يبقى خلاص يبقى حط لك الحل الأسد اللي انا خلاص فتحت بقى الأسد دخلت راسي جوايا مش عامل لك اكتر من كده. ما قدرش عامل معك اكتر من كده. طب هل مش موضوع محمد فكرت في موضوع البروتوكولات تعاون بينك وبين مثلا وزارة الاقتصاد او وزارة الاستثمار او حبيت ان انت مثلا يبقى في كده او تعاون بينك وبين الوزارات دي. انا عامل عقد مع وزارة طبيعي التعليم. احنا منبيع لموظفة طبيعي التعليم بالتقصد. شوف المعلومة دي جديدة وما قالها ليش. يعني احنا لازم نسأله عشان يقول لنا المعلومات. احنا عاملين عقد بقى له حوالي سنة مع وزارة التربية التعليم. اه. ايه العقد ده بينص على ايه? بينص ان احنا بنبيع العملاء اللي هم في النقابة بالتقصيد بس. ده برضو انا بتهيالي برضو ان انت البروتوكول دوت او التعاون دوت بينك وبين وزارة التربية والتعليم ده برضو حاجة امان لاي مستثمر او لاي حد حاب بيدخل مع شركة اي بي اس في اي شيء. طبيعي. لان انت بتتعامل اكيد مع حكومة فلاسين بتقدم ورق كامل. طبيع يعني كده كده وقع الشركة مستوفة. سجلة جياري بتقدر بي كل حاجة. احنا شركة ببنيع باللسك. ماشي انت كتأسيط للموظفين داخل وزارة التربية والتعليم. انا بتكلم على فكرة البروتوكول التعاون. انت ما فكرتش مثلا كده ان انت تتواصل مع حد من وزارة الاستثمار او وزارة الاقتصاد. ان انت يبقى فيه تواصل ما بينك وما بين افكاركو. اه. والله فيه شباب طالعة مثلا جديدة. ممكن انه هم يكونوا عايزين الفكرة دية فتنموها. فيبقى فيه بروتوكول تعاون بينك وبينه. ما فكرتش في الموضوع ده خالص. قديم اتواصل اهو. طب. يعني انا انا ابدأ المبادرة يا جماعة. ومبادرة شركة اي بي اس بين ريت والله يكون فيه بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار او وزارة الاقتصاد وبين شركة اي بي اس. لان انا شايفة الموضوع ده هيبقى متداول على. هو متداول عالميا. بس احنا عايزين يبقى متداول داخل بلدنا بشكل اكبر. عشان فيه فايدة كبيرة. الموضوع ده قوي جد. الموضوع ده اوب بالنسبة الانديوزر للمستثمر بالنظام الايزي كاشباك. خمسمائة في المية من ازر بيزنس. يعني. يعني لو جينا على بدون نخول بتفاصيل كتيرة. لو جينا نقارن فكرة الكاشباك بالبيزنس المتداول. هيلاقي ان هو ارباح فكرة الكاشباك خمسمائة في المية. يعني اللي عايز بقى يرجع للفينانشي الاناليسس للتحليل المالي. زي ما قلنا يرجع للحلقات الاولى والتانية. هيلاقي فيه تحليل مالي كامل لفكرة الكاشباك. وزي ما قلنا هيلاقي النسبة ارباحه في ال� سنة اولى تلاتة وتلاتين في المية. تانية اربعين في المية. في الثالثة خمسين. الرابعة سبعة ستين. الخمسمائة. الساتة سبتين المية. ولو هياخد بالنظام الشهر هيلاقي نسبة الارباح بتتزايد تبدأ من سبعة وعشرين في المية. تتزايد حتى الفين وربعمية في المية. بالنسبة للأسدس المتناقصة. فهي لو انت هتاخد بالشهر ارباحك بتبدأ سبعة وعشرين تتزايد لحد الفين وربعمية في المية. ولو هتاخد بالنظام السنة ارباحك بتبدأ تلاتة وتلاتين في المية. تتز بالأرباح كلها ما شاء الله عالية جدا مقاوة بأي بيزنس على الساحة طبعا عايزين نقول برضو ان احنا معانا المدخلات والتواصل مع البرنامج وياريت يا جماعة تحطوا استرابة ياريت يا جماعة تحطوا استرابة للتواصل مع شركة اي بي اس لأي استفسار ياريت يا جماعة بعد انكم نرجع تاني الموضوع بروتوكول التعاون عشان ده أنا شايفة حاجة هتبقى إيجابية جدا ومفيدة جدا وخصوصا ان الدولة دلوقتي بتشجع الشباب على اي افكار جديدة وبتشجع اي حد عنده عايزة يبوش للبلد لقدام او زقى لقدام زي ما بيقولوا تمام فانت من وجهة نظرك كخبير مالي واقتصادي شايف ايه اللي ممكن يتم لو حصل البرتوكول ده بينك وبين وزارة الاستثمار او وزارة الاقتصاد ايه البوينتس اللي انتو ممكن تبقوا ماشين عليها في البرتوكول ده اوه اصلا لو حصل بيننا وبين الدولة ايه بروتوكول هيبقى توصيق غير عادي للبيزنز بتاعنا يعني لو لو احنا مثلا يعني كتر الكونتراكتس بيننا وبين الجهات الحكومية يعني مثلا دلوقتي انا عامل ديل مع وزارة طبيعة التعليم لو معي 10-15 ديل زي ده اكيد احنا بالنسبة الاند يوزر يعني مثلا لو عامل ديل مثلا مع بنك كذا او مع وزارة الاستثمار للحلقة الجاية وزي ما قلتلكم في تصوير كامل لشركة اي بي اس للحلقة الجاية ان شاء الله ويارب كنا خفافة على قلبكم كده ونشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية برسي جدا لكم شكرا